موسيقى جولة اقتصادية جديدة والبداية محليا حيث تواصل أسعار السلع الأساسية في العاصمة صنعاء وباقية المحافظات ارتفاعها بشكل جنوني مع انهيار قيمة الريال لمقابل الدولار في سوق الصرف وهو ما يدفع اليمنين إلى تقليل عدد الوجبات اليومية بعد أن زجت حالة الارتباك بالكثير منهم في براتين العواز بعد توقوف صرف المرتبات لعامين متتاليين المواطنون يشكون من الغلاوة ارتفاع الأسعار بنسبة متفاوتة وصلت في بعضها إلى 300% في المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي حتى وصل سعر رغيف الخبز إلى 25 ريالا جراء ارتفاع سعر الكيس الدقيق 50 كيلو 16 ألف ريال والقمح 14 ألف ريال مما يزيد من معاناة المواطنين بشكل كبير زاد العجز التجاري للمغرب أكثر من 10% ليصل إلى نحو 138 مليار درهم أي 14 مليار و700 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وارتفعت واردات البلاد التي تفتقر للنفط من الطاقة نحو 19% وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطية الأجنبية المغربية الذي انخفضها بالنسبة 3.6% على أساس سنوية إلى 126 مليار درهم في السابع من سبتمبر الجاري وفقا لبيانات البنك المركزية يعتزم الرئيس الأمريكي دونار ترامبا فرض رسوم جمهورية على سرع صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار على الرغم من مساعي وزير الخزانة الأمريكي لاستئناف محادثات تجارية مع الصين وكانت إدارة ترامبا طالبت الصين بتقليص فائدها التجاري مع الولايات المتحدة البالغي 375 مليار دولار وأن توقف سياسات تهدف إلى الاستحواذ على تقنيات وحقوق ملكية فكرية أمريكية وأن تترجع عن دعم صناعات التكنولوجيا المتطورة انخفض البيزو الأرجنتيني بنسبة 72 من 10% أمام الدولار ليصل إلى 86% رغم عدة تدخلات للبنك المركزية وسجل لسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 5 من 10% أثار أملا في تحسن أوضاع ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية بانتظار الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي لتسريع برنامج المساعدة والذي منحها في يونيو قرضا بقيمة 50 مليار دولار إثر أزمة مالية خلال أبرل ومايو مع دفعة فورية قدرها 15 مليار دولار هذا وخسر البيزو 50% من قيمته منذ مطلع العام الجارية وأخيرا هبض الذهب في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني بعد أن ورد تقرير بأن الرئيس الأمريكي دوناد ترامب أبلغ مساعدية بالمضي قدما في فرض رسوم جمهورية على واردات صينية وخسر الذهب في المعاملات الفورية 15% إلى 1195 دولارا و21 سنة للأوقية بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي اشتركوا في القناة